أول بقى كنت عايزة أعرف، إزاي التعامل مع أصالة، وحصل إزاي، مين اللي عرفكو على بعض، تعرفت على بعض إزاي؟ هي بدأت مش بالأغنية دي، الكونتكت بدأ بغنية لما ابن الجاهل، كان سبحان الله يوم وفات جدي، يوم وفات جدي شهر اثنين اللي فات، ووقف العزة بقى ومخنوق جداً وشايف حاجة قدامي لقيت محمود عادل كلوزا، ده الشاعر صاحبي اللي هو أغلب الحاجات اللي أنا نجحت بها، وأغلب شغلي معي، يعني إحنا بدئنها مع بعض يعني لقيت وبيقول لي في منتج صديق لينا، اسمه محمد ماهر، في إيطاليا هو، كان مطر بقديم وكان في ستار ميكر وكده، وهو بينتج وقاعد في إيطاليا بقاله كتير، وعملت معاه شغل كتير يعني فلقيت محمود بيبلغني بيقول لي في قونية ليك أحمد ماهر عايزها، طبعاً أنا مش فهم مش مركز أصلاً؟ فأغلبت له خلاص هكلم فلان يعني ينزل هو يخلص الورقه، وبعتلي الفلوس على حساب، أنا مش مركز في حاجة وبس، والموضوع خلص، والغنوة بقى مع أحمد، وأنا معرفش مين هيغنيها، أنا مش في الماء أي حاجة دلوقتي خلص مش مركز أحمد، فبعتها أحمد لطارق عبد الجابر الموزع، أستاذ كبير طبعاً بعتها لطارق وقال له اسمها القونية دي أنا شايف فيها أصالة قبل، حد غيره على فكرة ما كانش يعني هي غنوة بتاعته هو منتجه، صاحب شركة إنتاجه، فمش هيفكر أنه يديها النجمة تبقى إنتاجها هي أقول له أصحابي يحبني حب اللي هو عايز يفرحني، فبعتها لطارق، وطارق كان عامل حاجات كثيرة أو مع أصالة قال له أصالة سمعتها من الطارق على طول، قالت هي دي أنا عايزها بتاعتي، في خلال ما أنا متخيلتش، يعني متخيلتش إن ممكن دي يحصل دلوقتي في اللحظة دي كمان أو في الفترة الصعبة دي أو كأنه عوّب من ربنا يعني في إهلاني، كنت لسه أقول لك ربنا بيتطب عليك بالزبط، هي دي اللي أنا قلتها بالزبط، فلاقيت طارق بيكلمني مبروك يا كريم ومجنيتك مع أصالة قابلتها شخصياً؟ طبعاً، حضرت مع التسجيلات كلها أصفيم ولحنين، خلي بالك ممكن الموضوع يبقى بس واتساب أو بينتهي بعد الموضوع أنا لقيت أستاذ أشرف سالم، قدرت الإنتاج معها وهو اللي بيبقى مسؤول دايماً عن كل حاجة ما هي بتيجي من مصر يعني لقيته بيتصل بيك، كريم خلي تلفونك مفتوح عشان أصالة تتصل بيك دلوقتي في خلال نصف ساعة حلو قابل، طبعاً أهدت بسس للموبايل كده، وقعد نستاني إيه؟ أصالت التصل، اتصلت بي وأول ما رديت عليها لقيتها بتغني الأغنية في الموبايل وقعدنا نتكلم، وجميلة جداً، وجواها الطبيعة ما بتلاقي نجم كبير أو حد نجح وعمل حاجات كتير قوي خلاص بقى الموضوع بالنسبة له واحد زاد واحد ساوي اتنين مفيش بقى شغف ومفيش فكرة أن عايزة أعمل حاجة جديدة خلاص موهوب، كده كده بقى يسمى، إيه ما عندهاش ده؟ هي طول الوقت بتدورها جديدة، عايزة تعمل حاجة جديدة طول الوقت ألقها، ألق الموهوب اللي لسه ما بيطلع للنور اه، إزاي؟ اللي هو أنا كده أنا عمنت حلو، إنت بتسألي مين؟ إنت بتقولي إيه؟ فقاعتنا نتكلم في التريفون حتى أنا بقول لها، بقول لها أستاذة مبسوط بالمكام، قلت لي إيه أستاذة إيه؟ إنت إحنا ربنا ادينا مواهب، ده حاجة مش بأدينا يعني، إنت ربنا خلاك ملحن شاطر وأنا خلاني مطربة شاطرة، إنت كريم وأنا صغولة، إحنا ما فيش حاجة بأدينا فلاقيتها في قمة التواضع والجمال، إنت عندك كم سنة دلوقتي؟ أنا 23، هي عارفة أنك عندك، عارفت أنك عندك 23؟ يعني هي لو بتتفرج دلوقتي بتتصدق، آه، مابزة، هي يعني بس موك تكون شافت في الورق طبعا، أو لو بصت فيها شكلك صغير، يعني أنت حتى شكلا، يعني شكلك كسنك صغير، بس هي عرفت أن ما شاء الله الأغنية الجميلة لذي عملها ولد عنده 23 سنة؟ ما عارفش عارفة لتسنة بالزبط، ألا بس هي عارفة أنها صغير طبعا، آه، فأحلنا نتكلم كتير جدا، نفترفون ونغني، طب هتغني إمتى يا صغولة؟ حابة نخش نسجل إمتى؟ إيهتي يلا بكرة؟ على طول؟ أه، فاتصلت بقى بطارق، وقالت له أصلا لسا قفلة معي، ونخش نغني، وكده، وصدفت في عيز ما إحنا بنخلاص قابلتها، وروحنا وسجلنا وعملنا كل حاجة، موزة عيز ما إسمه كريم أسامة، آآ، إلي هو موزع رجل مثالي، قال لي هو عامل أغنيةين في الألبوم، لقيته بيكلمني قال لي مبروك يا كيمو على الأغنية عرفته بتاعه، بقول لك إيه أنا عامل أغنيةين في الألبوم، ونفسي أعمل التالتة، بص السيقة اللي إحنا بنتعامل بيها كي إحنا حرص بنتارجت إن إحنا، قال لي نفسي أعمل التالتة، وعز التالتة تبقى معك، قلت له حالاً هبعط لك موضوع اسمعه وبعطت له رجل المسألي رجل المسأل دي أنا كنت أعملها على فكرة في الأول كمان كنت أعملها لحمة بس من غير كلام من غير كلام انت بعت له اللحمة بس ولا بعت له اللحمة بالكلام بعتها لأحمد إبراهيم الشعر أحمد إبراهيم شاب برضو من جيلنا بس ليه حاجات كتير أنك حيانة أحمد اللي عامل بقول عادي تعالت أمر عشور طبعاً حلو أول كان عامل يابخت ولدويت ولكن ما بين هاني شاكر وأحمد سعد والتيتر مستسر جافر العمدة كان كلام أحمد فبعتها لأحمد أحمد كتب على اللحن بالملي تحس الأغنية مش قلمت فصلة أه الأصال ده بتاع هي دي أصال روحت بعتها الكريم بعتها لساعة 9 الصبح لقيته 12 دهر بيكلمي بيقول لي كريم أنا وزعتها تعالي عني قلت له طبعاً صجيلك بالليل كان وراي حاجات روحت له الفجر غنيت الساعة 4 الفجر بعت نهالها الساعة 5 الفجر هو كان عنده طيارة الساعة 6 الصبح هو بيانست أصلاً مع هاني فرحات وحفلات وأنجامه ومحمد عبدو هو مع المطربين يعني كلهم بيلعب بيانو فكان عنده طيارة 6 الصبح بعتها 6 الصبح وهو في المطار وسافر وعشر الصبح لقيت أشرف بيكلمني تاني أستاذ أشرف سالم مبروك يا عم كريم الغنوة التانية هوا في الألبم ماشاء الله خلنا سجلناها والتنين نزلوا هم في الألبم وعجبيني الناس حمد الله نزلوا هم في الألبم نزلوا هم في الألبم ونقول شيء مش مستاهل بنضيع من نقل وبعملتنا بكل ضمير بنخبط وات وجعنا في الناس اللي بتسمعنا وكأن جرحنا دي لعنا في الوحدة دي متعلقين نندم على ناس مظلومين عيشين معانا دين اللي في داي رخططها ما فانش اتفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر